تاريخ شهد عودة سيناء إلى حضن الوطن بعد كفاح عسكري ودماء أوريقة ونضال سياسي ودبلوماسي الخامس والعشرون من أبريل يأتي كل عام شاهدا على بطولات المصريين لتحرير سيناء من براثن الاحتلال الإسرائيلي في عام 1982 وليكتمل التحرير بعودة طابة عام 1988 الأرض التي احتلت عام 1967 سعت مصر لتحريرها بكل وسائل النضال من الكفاح المسلح في حرب الاستنزاف ثم بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973 وكذلك بالعمل السياسي والدبلوماسي بدءا من المفاوضات الشاقة للفصل بين القوات عام 1974 و1975 ثم مباحثات كامب ديفيد التي أدت إلى إطار السلام في الشرق الأوسط عام 1978 بيعقوبها توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 لتصبح سيناء بعد استردادها رمزا للسلام وبمرور الأيام والأعوام يتحقق على أرضها الإنجازات في شتى مجالات البنية الأساسية وقطاعات الإنتاج والخدمات ليتحول سفار رمالها إلى الأخضر وتشق الطرق في جبالها وتشهد وديانها نهضة تنموية غير مسبوقة ولكن لمكانتها الجغرافية والتاريخية فهي المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقراته وحضاراته هي محور اتصال بين أسيا وإفريقيا بين المشرق العربي والمغرب العربي كما أن سيناء التي تمتد على 25% من مساحة مصر تتعدد مقوماتها الطبعية ومواردها الزراعية والتعدنية والسياحية ما يجعلها ركنا من أركان استراتيجية مصر التنموية الطموحة طويلة الأمد ولتحتضن التطلعات والطموحات الكبرى للشعب المصري وذلك من خلال المشروع القومي لتنميتها في كل المجالات مشروعات تؤكد أن سيناء جزء لا يتجزأ من أرض الوطن وأنه لا تفريط في حبة رمل من أرضها مهما حدث وأن الدماء التي بوذلت من أجلها وأريقت على أرضها أنبتت وتنبت كل يوم تنمية ونهضة وتقدمة سوزان مصطفى التلفزيون المصري